ويمكن يتكلمنا مع حضراتكم في بداية الحلقة النهاردة ان شاء الله تنطلق مبادرة كتف في كتف في استاد القاهرة الدولي المبادرة الأكبر في مجال الحماية الاجتماعية واللي بينفزها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة دي بلغة الأرقام ضخمة جدا يا بسانت بيشارك فيها أكتر من 60 ألف متطوع من التحالف الوطني رقم ضخمة جدا بنتكلم في استاد القاهرة يعني حيستوعبهم بنتكلم في 34 جمعية من أكبر الجمعيات اللي موجودة وبتشتغل وبتعمل انفقات وبتعمل تبرعات وبتعمل علاجات على مستوى مصر باختلاف تلوينها الثقافية والاجتماعية والجغرافية فهي الأكبر قطبة على مستوى محافظات الجمهورية بنتكلم على محافظات مصر كلها هتغطيها هذه المبادرة اللي بتعد الأطخم بنتكلم على 4 مليون كرتونة فيها مواد غذائية هتتوزع على 4 مليون أسرة يعني متنقيين على الفرازة زي ما بيقولوا معروفين أسمائهم معملوهم كشفات بعد داتا بيز طويلة جدا تعف فيها التحالف علشان يوصل لده خلينا نتكلم على مبادرة النهاردة وعلى احتفالية النهاردة إزاي هتبقى تتشين لدخول شهر رمضان الكريم إزاي مصر الخير فيها بيكتمع في إيد واحدة في استاد القاهرة قبل رمضان بأيام إزاي هنعمل شكل مختلف لهذا الرمضان الجديد بصحباتنا النهاردة الأستاذ محمود الجريحي عضو التحالف الوطني العام للأهلي التنموي منورنا في السوديو صباح الخريم أهلا بحضرتك صباح الخير عليكم وعلى أسرة البرنامج وعلى مصرين كلهم كل سنوات طيبين بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم الحقيقة النهاردة احتفالية وتتويج لعمل على مدار أسابيع كتير عدد يعني مش معنى النهاردة الانطلاق للتوزيع أن احنا بنبدأ النهاردة احنا بنشرف النهاردة بتشريف السيد الرئيس للفعلية في استاد القاهرة لكن ده حقيقي ده تتويج لعمل على مدار أسابيع تشاركة كل المؤسسات المجتمع المدني المنتمية للتحالف الوطني لعمل أهلي التنموي انتم تكلموا في 4 مليون كارتونة بتستهدف 4 مليون أسرة يعني 25 مليون بني آدم يعني رقم كبير جدا جدا أنتم تقدروا تشتغلوا على مبادرة زي دي وأنتم تاخدوا الوقت أنتم تصلوا لكل البيانات للمواطنين هل النهاردة الفكرة لما بدأت جات لكم ازاي ده حب أعرفه وإنتك كلمت يمكن على أسابيع من العمل اللي يمكن قبل الهواء كنا من التكلم أنتم موقفتوش لحظة خالص عبد اعداد وتجهيز على مدار الساعة الحقيقة بالزبط حكي لنا بعض الكواليس دي وحكي لنا عن الأول الفكرة جات لكم ازاي طيب اسمحي لي هرجع لورا شوي عن بدء تدشين التحالف الوطن على عمل أهل التنموي في مارس 2022 وفقا لرؤية السيد الرئيس بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني في مصر فكانت فكرة تدشين التحالف الحقيقة أن التحالف عمل نقلة نوعية في العمل المجتمعي في مصر تنصيق وتضافر جهود لمجموعة كبيرة من المؤسسات الكبيرة واللي عندها خبرات عظيمة على مدار سنوات طويلة المؤكد نؤفاد الجميع أفاد المؤسسات وأفاد المتلقي أو المستفيد جهد كبير اتبذل في خلال الشهور اللي فاتت في تدقيق قواعد البيانات فعلى سبيل المثال التحالف يملك الآن قاعدة بيانات مدققة موصلة مستحقة فعلا حقيقية بتتضمن 37 مليون مواطن مستحقين للدعم من المواطنين الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية مجهود كبير من التحالف ومؤسساته المحترمة وكمان الحقيقة بدعم من مؤسسات الدولة لأن مؤسسات الدولة وفقا لتوجيه السيد الرئيس واهتمامه بالعمل المجتمعي الحقيقة كان فيه تنسيق تام ودعم كامل لأن احنا نقدر نوصل لقاعدة البيانات المدققة واحد هقولك الكارتونة دي هاتتين فيها ايها؟ يعني ايه كارتونة و4 مليون كارتونة؟ اذا زل زل وكيس سكر وبتاع؟ هل هي فعلا هتكفي أسرة فقيرة معدامة في شهر رمضان الكريم تأكلهم؟ اجتهدنا كتير أن احنا طبعا حتى إعداد الكارتونة نفسها قيم على دراسة مش عشوائي انت حضرتك بتوعد كارتونة فيها عدد من السلع أو المواد الغذائية اللي بيحتاج لها الفرد زي ايه بقى؟ الكارتونة دي محتوياتها سكر وزيت وشاي ومكارونا وبقليات محتوياتها متنوعة تفي بحاجة الأسرة فعاليا من 4 إلى 5 أفراد لعدد من الأسابيع فمعمولة بناء على دراسة مش معمولة بشكل عشوائي لعدد من الأسابيع أو لعدد من الأيام؟ لا عدد أسابيع طبعا كم فرد؟ من 4 إلى 5 أفراد فعلا ايوة فأنا بقول لحضرتك ما فيش حاجة بتخرج أو ما فيش نواتج عمل فيها عشوائية لا كله قايم على دراسة وتجهيزه وإعداد بشكل دقيق جدا طيب عملتوا دراسات دقيقة طرق التوزيع وشكل التوزيع بعمل ازاي للمحافظات خلينا نتكلم محافظات الحدودية محافظات وجه بحري وجه قبلي هتعملوا ايه؟ عايزة أقول لحضرتك أن النهار ده كتف في كتف الاحتفالية الكبرى دي هي تتويج لنتاج أعمال على مدار أسابيع عديدة مضت تجهيز وتعبئة وإعداد حاجات كتير وكمان احنا خدنا مراحل على مدار الأسابيع اللي فاتت اللي متابع التحالف التحالف موجود في عدد كبير من محافظات مصر بما فيهم احنا كنا موجودين في جنوب سيناء منذ أقل من أسبوعين لأسبوعين قبل الماضي فالتحالف كان موجود في الفيوم في البحيرة في سيوت في المينيا كل محافظات مصر الحمد لله رب العامين احنا وصلنا لها في خلال الأسابيع اللي فاتت ده كان جزء من الاعداد جزء من التجهيز للمبادرة الكبرى كتف في كتف اللي احنا بصدد الحديث عنها النهاردة نصبهم كم يعني كم وجه بحري كم وجه بلي كان لما أربعة مليون كرتون معنا أرقام أو معناش أرقام طبعا متوزعة بعدالة يعني توزيع محافظات يعني الداتة موجودة عند كل المؤسسات عارفين هم بيروحوا عاملين ايه ومجهزين ايه ورايحين لمين وفين كل ده حاضر فورا يعني وحينطلقهم من الاستاذ ده بداية الانطلاق ده تتشين يعني ده تتشين لكن إن شاء الله في خلال أيام معدودة قبل الشهر الكريم هي تكون الحاجة وصلت لمستحقية الله قبل ما يبتدي شهر رمضان شاء الله تكون وصلت لكل مستحقية طيب نحن النهاردة كمان نحن مش بس بنقدم خدمة طبعا لأهلين لكن كمان نحن بنوصل رسالة دعم إنه النهاردة الترابط ما بين فئات الشعب المختلفة هو ده اللي احنا عايزين نوصله في الأول وفي الآخر يعني يمكن ده أهم حاجة مبادرة كتفة في كتفة عايزة توصلها وهو يمكن باين من اسمها يعني حكينا عن يمكن التقالف أو التكافل ما بين كل أطياف المجتمع المصري بالذات طبعا في احتفالية النهاردة طبعا كتفة في كتفة ده توصيف لحل المصريين ده المصريين جنب بعض المصريين سند لبعض هي بالفعل ملحمة تلاحم فئات الشعب المصري مع بعض نهاردة إحنا في وقت وقت الحقيقية وقت أزمة وقت صعب ودايما المصريين في الوقت الصعب يظهر معدنهم من الطيب والجميل خاصة مع رقي الهدف في سمو ورقي في الهدف نحن نوصل لأكثر احتياجا فالحقيقة في حالة من التعاون الشديد ما بين الجميع للوصول إلى المستحقين أو مستفيدين بأسرع ما يكون عرفنا برضو أن في مطابق ستتعمل على مستوى محافظات الجمهورية بجوار الكاراتين اللي ستتوزع هي ستستهدف نفس الأسر أو أسر أخرى؟ مطبخ الخير موجود في عدد من المؤسسات في محافظات كتير في مصر سواء نفس الأسر أو أسر تانية لأن ده معمول على مدار الشهر الكريم وفي مؤسسات كمان بتكمل بعد رمضان يعني ده مش بشكل التقليدي شكل مئدة الرحمن لا ده شكل وجبة ستخرج من هنا تروح لحد نعرف هو مين بناء على قاعدة بيانات العلم مزبوط يا فندي يعني طبعا مئدة الرحمن ده فكرة رائعة وجميلة جدا وطراحة متلحمة بالمصرين موجودة بالفعل إنما الطريقة مختلفة هو ده المطبخ بيجهز إعداد وتجهيز وبعدين فرق المتطوعين بتاخد ده توصله لأهلين المستحقين فورا في موعد منضبطة تماما جميل يعني إحنا بنتكلم أن المبادرة بينفزها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعني طول الوقت التحالف بيفكر في إيه الجديد أن نقدر يعني نعمل بيه حماية اجتماعية لأهلنا إيه الجديد أن نحن نقدر نبقى في ظهر أهلين هل طوال شهر رمضان المبارك التحالف هيبقى بمركز قوي مع هذه المبادرة يعني هتقوموا ازاي بمتابعة المبادرة أحب أعرف أنا يعني اللي أحب أكده لحضرتك أن التحالف مستمر على مدار الساعة لحد نهاية السنة مش لحد نهاية رمضان آه فعلا آه يعني نحن مستمرين على طول لأن الحمد للربعين الفكرة لا يتوقف آه الأفكار كلها أفكار طيبة وبنوصل لمستهدفات كل يوم أن احنا مكملين لحد نهاية السنة بنفس القوة بنفس حالة الزخم الموجودة المبادرة مبادرة قوية عشان الوقت استثنائي وعشان دخول للشهر الكريم لكن على مدار الساعة التحالف بيعمل حتى نهاية العام إن شاء الله هتدمنوا ازاي نجاح المبادرة لغاية آخر السنة بفضل من ربنا في تعاون تام وتنصيق تام بين كل مؤسسات المجتمع المدن الموجودة أو المنتمية للتحالف الوطني لعمل أهل التنموي التحالف الوطني لعمل أهل التنموي بيقود عمل منظم ومنصق في تضافر جهود في تنصيق تام فالحقيقة كل سبل النجاح متاح بالإضافة لدعم مؤسسات الدولة أيضا حالة من الإيجابية لدى الشباب غير مسبوقة في حالة من الزخم يعني اسمح ليقول لحضرتك أن الستين ألف الحضرين النهاردة هم اللي أتيحت ليهم الفرصة المشاركة عشان ساعة الاستاذ لكن الستين ألف دول أضعفهم كثير الستين ألف دول موجودين نهارا الستين وخمسين ألف متطوحة نحن وصلين أكتر كمان أكتر بكتير أضعفهم بكتير موجودين في كل محافظات مصر بيشاركوا في التجهيز والإعداد تجهيز والإعداد والتوزيع دول اللي أتيحت ليهم الفرصة البقين بشاركين طبعا بمجود كبير جدا أكتر الفكرة لما كنا بنطرحها يمكن أو يمكن نتكلم فيها لما وصلت لنا إحنا كأعلمين كنا بنقول يعني أستاذ القاهرة إزاي هتجيبه مني الناس نكناش عارفين أنه فيه عندنا ناس كتير مشاركين بقلبوهم كده وبمشاعرهم لأن هم موجودين في مواقع العمل ما يقدرواش يخرجوا منها خلينا أسألك السؤال بشكل تاني يعني ماذا لو لم يكن هناك التحالف الأهلي اللي عمل التنموي يعني الجهود دي في أزمة زي كده اتوزعت ازاي هل مثلا كان نفس الجماعة ممكن توزع في نفس القرية وتوصل لنفس المستحق هل مثلا كان هيحصل نوع من أنواع تدوره بالبتاع هل مثلا ما كناش هنعرف نوصل لأسر مستحقة يعني ديني الأمثلة فايدة التحالف إيه هقول لحضرتك على حاجة على مدار السنين اللي فاتت المؤسسات المجتمع المدني بتعمل وبتعمل بجد وبجتهاد وبيحاولوا يوصلوا بس ما كشفي تنسيق ما فيش تنسيق طبعا ما فيش تنسيق هضر لحضرتك مثلا أسرى أولى بالرعاية أو أكثر استحقاقا هيوصلها لمؤسسات مختلفة صح عدد من المؤسسات بيستهدفها لأنه اسمه مدرك ضمن قوائمه أسرى تانية شبيهة أو مثيلة بنفس الظروف مش هيوصلها حد ليه لأن ده وتيحت ليل فوصف وده سيناريو على فكرة أنا شخصين شفتو كتير جدا وكتير تحسابهم أغنياء من التعفف مش يعني ما بيقولوشهم الظاهر لكن لما فيه تنسيق للجهود وفيه تعاون فيه تضافر جهود لأ أنت بتوصل لللي ظاهر واللي غير ظاهر حصل دوركم كبير ومهم جدا يعني طول الوقت حابين أن أنتوا توصلوا لأهالينا النهاردة يمكن مبادرة هي الأهم وهي الأكبر في تاريخ يمكن التكاتف ما بين المجتمع المصري وبعض ويمكن زي مؤستاذ محمود أليا ملحمة حقيقية لأنه بنتكلم على 60 ألف متطوع داخل الاستاذ فقط لكن المتطوعين من الشباب المصريين اللي يفرحوا القلب أكتر بكتير يمكن عدد 4 مليون أسرة هيوصل لها الدعم الكامل من مبادرة هي في الحقيقة اسمها على مسمى كتف في كتف كلنا كمصريين كتفنا في كتف بعض الغاية من شاء الله كلنا نعدي أزمة العالم كله يمكن بيعدي بيها لكن إحنا كمصريين دايما وقفين جنب بعض دايما بنساعد بعض ويمكن ده الدور الكبير اللي بيقوم بيه التحالف الوطن العمل الأهلي التنموي نشكرك كل الشكر لك على وجودك معنا النهاردة وتحت لينا الفرصة أنك تشرح لنا أكتر دورك الكبير في اليوم اللي هيحصل النهاردة ويومك طويل زي ما تكلمنا يمكن قبل الهواء ويوم سعيد إن شاء الله على الجميع إن شاء الله بإذن الله لأستاذ محمود الجرحي عضو التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي نورتنا شكرا جزيلا لحضرتك ونتمنى لك التوفيق وإن شاء الله ما تبقاش يعني أول مبادرة ضخمة وعظيمة وقوية وعارفين النهاردة في احتفالية قوية جدا حيشهادها أستاذ القهرة عشان ندشن أهم فعالية رمضانية حتحصل بحضور سيادة الرئيس فانتظروا حفل مبهر وقوي جدا سيأتيكم من أستاذ القهرة